يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقى وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وطيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه فيه جنح الدجام تدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا